بعد سقوط قاعدة الوتية الجوية احدى اهم نقاط تمركزي ميليشيات حفتر بالمنطقة الغربية تشخص انظار قوات عملية بركان الغضب نحو مدينة ترهونة والتي تمثل بدورها اهمية كبرى لحفتر من النواحي الجغرافية والعسكرية والاستراتيجية وسط استعدادات حثيثة لدخولها بعد الانذار الاخير الذي وجهه الناطق باسم الجيش الليبي محمد جنونو بالقاء السلاح والتسليم وفي تطور مثير للعملية العسكرية التي تنفذها عملية بركان الغضب ودون ترك اي مجال لميليشيات حفتر حتى تلتقط انفاسها توالت الانتصارات حيث تمكنت قوات الجيش الليبي من دخول بلدتي بدر وتيجي دون اي مقاومة تذكر ووسط ترحيب من اهلها فيما لا زالت العمليات العسكرية قائمة لدخول مدينة الاصابعة التي نقضت الميليشيات بها اتفاق تسليمها دون سلاح والتي يزيد سقوطها في تضييق الخناق وعزل مدينة ترهونة وتحذيرا لاعادة ترهونة الى احضان الوطن اكد المتحدث باسم الجيش الليبي عقيد محمد جنونو استهداف سلاح الجو عدة مواقع بالمدينة نجح خلالها من تدمير منظومات دفاع جوي روسية ما يؤكد وجودها في كل من قاعدة الوطنة وترهونة اهمية هاتين النقطتين في دعم عمليات العدوان على طرابلس وبحسب متابعين ان ما وصفه اعلام ميليشيات حفتر بالانسحاب التكتيكي واعادة التمركز ما هو الا تغطية على ما لحق بهم من هزائم على يد قوات عملية بركان الغضب واشارات واضحة الى ان المعارك في المنطقة الغربية شارفت على الانتهاء مسقطة بذلك اي طموحات لحفتر لاعتلاء كرسي السلطة وفرض حكم العسكر على الشعب الليبي اشتركوا في القناة